بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه ومن ولاه هذا العنوان هو كلام الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هذا توجيه رباني من أجل سعادة الإنسان لألا يبقى الإنسان مع نفسه فإذا بقي مع نفسه وكله الله تعالى إليها فإذا به يتكل إلى عجز وضعف وعوز فالله سبحانه وتعالى أرشدنا بأن سعادتنا هي في الفرار إليه والفرار إلى الله عز وجل يكون قبل كل شيء بالقلوب ثبب الأفعال والأحوال فالفرار إلى الله بالقلوب هو رحلة القلوب إلى علام الغيوب في صلاتنا ترحل قلوبنا إلى الله لأن الصلاة صلة بين العبد وربي ومن صلى ولم ترحل ولم يرحل قلبه إلى الله فصلاته أقرب إلى الرياضات البدنية منها إلى العبادة المطلوبة من فضله تعالى أنه إذا أتى بفرائضها وأركانها من كرمه يقبل ولكن هل حصلنا نحن إذا لم ترحل قلوبنا إلى الله في الصلاة هل حصلنا ثمرة الصلاة؟ لا والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسيء صلاته حديث المسيء صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي كان يصلي بسرعة وعجلة لا طمأنينة لا حضور قلب لا كذا فرجع الرجل وصلى كما كان يصلي كان حديث عهد الإسلام يعني لا يعرف فرجع وفعل كما كان يفعل فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال الرجل ورجع فقال له عليه الصلاة والسلام إرجع فصلي فإنك لم تصلي قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن إلا هذا يعني أنا لا علمني فعلمه النبي عن مصطفى عليه الصلاة والسلام كيف تكون الصلاة بما فيها من حضور قلب وطمأنينة وأنها صلة بين العبد والرب ففروا إلى الله أي كونوا مع الله في جميع أحوالكم تبرؤوا من حولكم وقوتكم والتجئوا إلى الله عز وجل إلى حوله وقوته لذلك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي تحقيق لما هو مطلوب منا في قوله تعالى ففروا إلى الله رحلة القلوب الحج هو رحلة القلوب إلى علام الغيوب رحلة القلوب إلى الله قبل أن يكون رحلة إلى مكة وهو طواف بالأنوار قبل أن يكون طواف بالأحجار وهو مشاهدة للأسرار قبل أن يكون مشاهدة للأستار وهكذا العبادات كلها يجب أن تكون منطلقة من القلب وأن يتعبد القلب قبل أن تتعبد الجوارح ذلك نحن بحاجة إلى أن نتحقق في قوله تعالى بقوله تعالى ففروا إلى الله فإذا فررنا إلى الله عز وجل استقامت قلوبنا وإذا استقامت قلوبنا وصلحت قلوبنا صلحت جوارحنا وأفعالنا وأحوالنا ومعاملاتنا وهذا بداية النهضة